حقيقة من البرامج التي قدمها وهي بارزة لدينا بالمكتب طبعا الإدارات كل إدارة اندرك تحتها برامج إدارة الدعوة، إدارة الجاليات، إدارة الشباب يعني ربما أن إدارة الدعوة من أبرز مشاريعها الآن حصلنا على موافقة من وزارة الشمال الإسلامية والدعوة للشاد على مشروع عندنا وهو مشروع تأهيل طلاب العلم في المكتب من البرامج البارزة عندنا طبعا مشروع الجسر الدعوة هذه الذين نفذوا المكتب في أكثر من قرية أيضا الآن سوف نطلق برنامج القيم وستكون أول قيمة بناء على الاستبيان للطرح للجمهور وهي قيمة الصلاة بجميع الوسائل بالأفكار الإبداعية سوف تطرح هذه تحت إدارة تندريج تحت إدارة الدعوة وكما ذكر الشيخ في حديثه الاستثمار بعض إخواننا وهو المكتب حقيقة يعني فاتح المجال في موضوع أن من أراد أن يستثمر لآخرته فيعمل متطوعا محتسبا في هذا المكتب كل انتبنى مشروع أو عمل في المكتب وهو يتابعه إدارة الشباب عندما نتحدث عنها وهي من الإدارات حقيقة التي انطلقت مع انطلاق المكتب فضل الله عز وجل قدمت عدة برامج للشباب من ضمنها يعني أعددنا ديوانية في المكتب وأطلقنا عليها ديوانية الشباب وأصبحنا نستضيف الشباب من جميع القرى ونقدم لهم البرامج الثقافية ثم الرحلات الترفيهية أو رحلات العمر أو زيارة المدينة وبل أننا أصبحنا حتى من كان ينضبط معنا في برامجنا المكتب حججه من برامج الشباب أيضا كان عندنا فكرة أولئي استضافات الشخصيات الناجحة البارزة في المجتمع حتى نوصي الرسالة لهؤلاء الشباب أن هؤلاء الناجحين وما رسالة قدموها للوطن ويحتذون ويقتدون بهم فاستضافنا أكثر من شخصية قدمنا للشباب من خلال إدارة الشباب مشروع رائع ورائد وتميز وشاركنا به كما أسلفنا بورقة عمل في المنطقة الشرقية وهو مشروع صفراء هذا المشروع طبعا هدف قرس القيم في نفوس الشباب من المشاريع البارزة في إدارة الفرع النساء حقيقة كانت عندنا عدة برامج ومشاريع مشروع رياحين للفتيات مشروع نبراس كأننا نجمع الفرقة الطوئية مشروع رائدات تأهيل هذه الفتاة تربويا واجتماعيا ودعويا هذه من البرامج اللي بارزة في الإدارة أيضا من الإدارة عندنا إدارة الجاليات إدارة الجاليات بالمكتب لها برامج ومشاريع أيضا نوعية ومتميزة وأولها يمكن مشروع الأكاديمية أكاديمية المسلم والمسلم الجديدة هذا المشروع بفضل الله عز وجل له ثماره بفضل الله عز وجل من البرامج أيضا البارزة في إدارة الجاليات كان مشروع على بصيرة نستضيف المشايخ عندنا في قاعة المكتب تطرح أمور دورات تدريبية تصيح مفاهيم تصيح العقيدة وجدنا حقيقة أيضا له صدى ولو أثر هذا من المشاريع أيضا عندنا مشروع اللي هو الجولات الدعوية مشروع نزورهم في ماكن عملهم الجاليات مشروع علمني وهو أيضا من المشاريع البارزة في إدارة الجاليات من البرامج أيضا عندنا إدارة التدريب إدارة التدريب بالمكتب المكتب قدم 345 دورة تدريبية أستفاد منها أكثر من 10 آلاف سواء دورات في تنمية الذات سواء دورات للطلاف في الكفايات المتخرجين في الكفايات سواء دورة للطلاف في القدرات والتحصيل سواء دورات تطويرية أستفاد منها كثير إدارة الإعلام أيضا قدمت برامج وواكبة الأحداث سواء على مستوى يعني خلال العام يعني جميع البرامج والمناسبات تكون للمكتب مشاركات ما سلام الله وأيضا كان عندنا مناسبات أننا الصديف الإعلاميين يكون لهم برنامج عندنا بفضل الله عز وجل المكتب حقيقة مشاريعه وبرامجه حتى الشراكات المجتمعية لدينا أكثر من عشر شراكات شراكات مع جميع الجهات الحكومية في مركز حالي على مستوى المحافظة شراكات مع إدارة التعليم مع الكلية التقنية مع المعهد المهني مع إدارة مكافحة المخدرات مع الدفاع المدني مع مركز الشرطة مع البلدية هذه الشراكات شراكات حقيقية نقدم برامج لهم من خلال الكلمات الوعظية من خلال الهدايا من خلال مشاركتهم في المناسبات من خلال الوحاية التوعوية من خلال زيارتهم وزيارتنا كذلك في المكتب ترجمة نانسي قنقر